روح لنا بقى المنتخب الناشئين كابتان احمد الكاس نتايجه وتوقعاتك للفريدة خصوصا بعد ما مر بظروف صعبة جدا وهي استبعاد اكتر من سبعة كامل لعيبة كانوا من العناصر الاساسية بسبب ان رزغ اليد اكتمل وبالتالي يعتبروا فوق السن او مزورين او مسننين كما يقال يعني طبعا كابتان احمد الكاس المنتخب 2008 بعد اول مغاراة خد صدمة كبيرة جدا كابتان احمد في اول لقاء طبعا والخسارة خمسة واحد امام المنتخب المغربي مش الخسارة الخمسة بس اللي هي رقم كبير جدا على منتخبنا في اول ضربة البداية ليه في التصفيات او في طول الشمال افريقيا لكن ان هو يقدر يخرج من الصدمة دي ويكسب مبارتين متتاليتين ويكون هو متأخر ويكسب ده يحسب لكاتر احمد الكاس يحسب سباته يحسب ان هو قدر يخلي في الماتشين كان متأخر اه في الماتشين يعني الجزار كان متأخر وكسب اتنين واحد اه بالضبط وماتشين بارح بارح بالضبط اه كان متأخر واحد صفر وبعد كده واحد واحد وكانت اخر اتنين واحد ثاني اه ثلاثة اتنين عبدالعزيز الزغبي جاب هدفين في اخر خمس دهائق كان موفق جدا كان تغيير حتى ما كانش بادئ المباراة نزل ده يحسب لكابتان احمد اه طبعا اه كان بيقودهم بمنتهى الهدوء وهو اللي كان بيهديهم على الخط وكان بيقود بمنتهى الهدوء ده المطلوب مع المحالة السنية الصغيرة خصوصا كمان ان التونس اللي احنا كسبناها مباراة دي واتعدلت مع المنتخب المغربي على معتقد اللي هو كسبنا خمسة مزبوط فدي شيء جاي جدا يعني مزبوط فهي النقطة ان كانت نحمد الكاس قدر يتعامل بهدوء مع المرحلة السنية دي مش كل مراحلة السنية كانت انخلت في خصوصات في مراحلة الصغيرة ما ينفعش المدير الفني او الجهاز بصفة عامة انه هو يتعامل معهم بحدة يتعامل معهم بقصوة يتعامل معهم بانه هو في بعض الاوقات ممكن يعني يوصل لحد الشتيمة طبعا دي عشان ما بتتكلمش يعني اكيد ما بيعملوش كده لكن في البعض ممكن بيكون بيعمل كده في الان دية ولكن القصة كلها ان كابتن احمد الكاس قدر يتعامل بعد هذا الضغط اللي واقع عليه طبعا عارفين طبعا كل السوشيال ميديا بعد مطش المغرب مسكت المنتخب 2008 اطعت فيه تقطيع غير عاد دي يعني انا احيي كابتن احمد الكاس على ان هو قدر يتعامل بمنتهى الزكاء والحكمة في التعامل مع المرحلة السنينين ان انت عارفك ان تخرف في المراحل السنية 2008 ده برضو لسه مش يعني مقدرش يعني مش زي لعيب منتخب شبع ما تعرضوش للغوط طرق اربع خمس سنين فمع الضغوط لازم يعني يخلي الضغوط على اللعيبة في اقل يعني اقل حاجة ما خليش عنهم ضغوط عصبية كبيرة وضغوط نفسية عشان يقدر ان هو ياخد منه حاجة في انا عايز اقول حاجة احنا كده عندنا نمطش جاي ليبيا تقريبا اه نكسب ليبيا خلاص كده احنا هنبقى تسع نقط ان شاء الله نوصل الى امم افريقيا بودي بوار لو ده كان يكون انجاز لكابتان احمد الكاس حصوصا ان هو راح في الظروف صعبة جدا ويبتدي بقى القصة تاعت اللعيبة اللي هو الاستباعده قبل البطولة دي طبعا عملية له ربكة في حساباته لانه هو ما كانش حطت في حساباته ان اللعيبة دي هي موجودة معاها ولعيبة اساسية فبالتأكيد ان هو قدر ان هو يضم لعيبة تانية فدي القصة طبعا تحسب لكابتان احمد الكاس احنا اتغلبنا ماتش وكسبنا ماتشين وفضلنا ماتش فاحنا عندنا ست نقط لو كسبنا الماتش الاخير هنبقى تسع نقط احنا هنوصل تسع نقط كده خلاص احنا مش محتاجين حاجة تسع نقط منتخب مصر يصعد بغد نظر عن اي نتيجة للمنتخب المغربية